استعادوا نطلع البيجلز من الفرن الريحة للسودية جنن يا جماعة بصوا من الالف الى الياء عملنا البيجلز مع بعض هاتوا نزود على الطبق اللي احنا محضرينه بصوا حلوتهم طوبينجز مختلفة وعايز اقول لكم على حاجة لذيذة جدا جدا شايفين دول دول الكراكرز دول زي الباك رولز اللي منشتريها عشان بتبقى معاها تعم الجبنة وتعم الزاتون خدنا البيجل بعد ما بردت قطعناها سليسز وحطناها بالفرن او بالإيرفراير حطوا عليها توم حطوا عليها النكهة اللي بتحبوها زعتر شوية زيت زاتون وحمصوها تعالوا نفتح واحدة بيجل مع بعض كده ووريكم ارمشتها كبير بصوا عايز اوريكم الكراست البيجل اللي لازم تشد لو ما فيش فيها طبعا مولعة الشدة شايفين حلوتها مستوية ازاي من جوه دي تسلقت يا جماعة فدي اورادي لما طلع من المياه السخنه طلع مستوية سمعين الكراست عايز اوريكم المحشية ينفع نقطع واحدة محشية هتنشيل دي دي اللي حشناها كريم تشيز اي ناس سكينة من المشار هتناخد المشار صغيرة عشان تشوفوا الحشوة عشان تشوفوا الحشوة جايس السككين بتختفي لما ادور عليها لما احتاجها اهي بصوا سمعين القطع الحلوة دي دي اللي محشية كبنة كريمي شايفين فدي بتبقى رائعة كلانش بوكس للولاد ولا حنعمل ساندوتشز ولا حاجة هي محشية منها فيها حلقة النهاردة عايزاكم تجربوا الوصفات متخافوش من العجين والبيجلز من الحاجات اللي حتدعولي عليها حطوها بالفريزر بعد ما تخبص او دخلوها بعد ما تفك الفرن وجربوها وضعودي لانها وصفة بتشهل